بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين أنا اليوم جايبت لكم يوم الجمعة طبق سهل وسريع ما ياخذوا وقت وفي نفس الوقت في منتهى منتهى اللذة عملتوا في الانستجرام وكثير طبقوا وشكروا فيه الأمانة وبسيط يعني يعجب جميع الأعمار مكرونة مع دجاج بس الطريق تعاد شوية سويت فيها حركات خليت الدجاج الوحده والمكرونة الوحده الحين نشوف مع بعض المقادير مقاديره سهلة صدور رجاج مقطعة مشروو مفرش حليب كريمة بصل فلفل أسود أوريغانو واللبهارات إيطالية جبنا مدخنة أشعوان مدخن لو فيه لو ما فيه أشعوان عادي أو شدر عادي بصل أخضر مقطع ملح وفلفل أسود وحطيت سبع بهارات وزيت وزبدة نساخن شوية زيت زيتون مع ملعقة زبدة نقلب البصل اللي ما يحب الزبدة ما يحط ما فيه مشكلة شوية زيت لما البصل يدبل تمام نحط الدجاج مقطع ممكن نخلط صدور مع فخوض يعني مو مشكلة نقلب الدجاج لما يتغير لونه لما يصير لونه أبيض نحط فوقه الماشروم الماشروم فرش مقطع مكعبات أكيد يعني لو ما فيه فريش ممكن نسخدم المعلب بس طبعاً أكيد المعلب مو نفس اللذة لما يكون طازج نقلب نحط الأوريغانو أو البهارات الإيطالية وسبع بهارات والفلفل الأسود نقلبهم والملح ما ننسى الملح طبعاً نقلبهم شايفين كيف قوامهم صاروا مع بعض نشفو ما فيه موية نسخن الحليب في قدر نحط المكرون المسلوقة من أول سرقناها نحط الكريمة نحط الجبن البرميزان ورشة ملح لأنه المكرون المسلوقة بملح والبرميزان فيها ملح يعني اللي ما يحب الملح كثير ما يحب ما فيه مشكلة بعدين نحط شوية أوريغانو أو بهارات إيطالية الموجود نقلبهم نحن ما نبغاها نخليها على النار شوية تتسبك ما نبغاها تصير ناشفة نغرفها في الصينية الحشوة اللي عملناها الماشروم والدجاج والبصل نرشها على الوجه طبقة ندخلها الفرن تاخذ وقت في الفرن لما شوية يعني ينضج زيادة الدجاج ومكرونة السباك يمكن 20-25 دقيقة بس ما نبغا يكون قوامها سميك يكون قوامها سائل أحلى في الأكل بعد 25 دقيقة طلعناها رشينا مكعبات الجبنة هتسيح لأنها المكرونة طالعة من الفرن صاخنة نرش شرائح اللوز المحمرة والبصل الأخضر والله ما في أطيب منها ولا أسهل منها ويعني حتى في المناسبات وفي الولائم خيالية بس خلوا كل شي على جانب يعملوا الحشوة الوحدة والمكرونة سقوها وقت التقديم اعملوها طبقوها على بعض لا تنسون عدد لايك وشير وسبسكرايب تابعوني دايما يلا تابعوني دايما